وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد بعض النواب مجلس الشيوخ أهمية مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق مصر الرقمية نظراً لأهمية في جذب الاستثمار ودوره الحيوي في الوعي الرقمي لدى المواطنين بالتأكيد النهاردة وفقنا من حيث المبدأ على مشروع قانون مصر الرقمية وهي اعتبر من أهم القوانين المثارة حالياً في ظل توجه الدولة المصرية لمواكبة التكنولوجيا وتطور التكنولوجي الكبير وحكمة الدولة المصرية رقمياً ونقول كمان إن احنا بنستهدف بشكل كبير جداً إن احنا نرفع الوعي الرقمي وإزالة الأمية الرقمية بشكل كبير جداً لدى المواطنين علشان ده نقدر من خلال هذا الصندوق اللي هيساهم في تمويل عمليات التشغيل وأيضاً عمليات ربط قواعد البيانات لدى الجهات والقطاعات المختلفة اللي هتمكن الدولة المصرية حينما تتوفى البيانات يكون هناك تسهيل لدى المواطن في الحصول على الخدمات بشكل كبير التحول الرقمي هو قضية وطنية مهمة جداً لأن احنا نرى أنها أحد الاستراتيجيات اللي حطيتها الدولة بتتكلم فيها في المجلس أو على مستوى الدولة من في عدة سنوات طيب هل التحول الرقمي ده النهاردة إحنا مضطرين إن احنا ندفع به بدرجة أعلى؟ أي ولا إنه أصبح حتمي أصبحت الاقتصاديات أصبحت الثقافة أصبحت الحياة دارة عن طريق التحول الرقمي؟ ما ببقى أشرفها هي بالنسبة لنا ولكن هو ضرورة حتمية القانون في تحليل إنه هو بيقضي على الأممية الرقمية بيساعد مش المواطن بس دقاء المواطن والدولة وبيوفر فرصة كويسة جداً للمواطنين إنهم النهاردة يستفيدوا بوقته وبمجهوده وبمشقة المواطن بصراحة أنا محتاج بطالب الإعلام كله إنه يوضح أهمية مشروع القانون للمواطن المصري ويعرف إن القانون ده النهاردة بيوفر عليه يعني يكاد ممكن كمان يوفر فرص شبهة الفساد يعني النهاردة المواطن هو قاعد في بيته ممكن يوفر جهد يعمل كل مصالحه وقاعد في بيته